أعلن الرئيس التركي رجبتي بردغان الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الاثنين إلى 3549 قتيلا أردغان في خطابه الثاني منذ وقوع الزلزال المدمر كشف عن تجاوز تعداد المصابين حاجز 22 ألف جريح معترفا بوجود صعوبات ميدانية تعيق عمل فرق الإنقاذ لدينا حاليا 3549 قتيلا و22168 مصابا أكبر عزاء لنا أن أكثر من ثمانية آلاف مواطن قد تم إنقاذهم أحياء من تحت الأنقاذ حتى الآن